اشتركوا في القناة وهم طيبين وعساهم إن شاء الله يصمون هالشهر المبارك احتفاءا بالشهر الكريم استعدت الإذاعة بباقة كبيرة ومنوعة من البرامج والسهرات والمسابقات والبرامج الدينية والتوعوية والترفيهية والثقافية كلها حسب اختصاصها طبعا عندنا ثلاث مسابقات مسابقة حلية الماهر في تلاوات القرآن الكريم التي تقدمها إذاعة القرآن الكريم ومسابقة اللاتري التراثية التي تقدمها بحرين في أم وأيضا مسابقة مع بابا فايز وهذه مسابقة لتعزيز الروح الوطنية والثقافية عند الأطفال وهي تقدم في البرامج العام بالإضافة إلى ذلك مجموعة من السهرات المتنوعة السهرات الثقافية التراثية الدينية والتوعوية في هذا الشهر الفضيل التي تتحدث عن قدسية هذا الشهر وعن الصائم وعن ما يقوم به الصائم طبعا باقة كبيرة من البرامج كل برنامج واحد تقريبا ثلاثين حلقة فنت تتحدث عن أكثر من عشرين برنامج يعني عدد كبير من الحلقات ومستمرين في هذا العمل خلال الشهر التنوع الكبير والتفرد في الإنتاج هي سمة من سمات إذاعة البحرين هذا الصرح الإعلامي العريق الذي كان ولا زال شريكا للجمهور في مختلف الظروف والمناسبات نحن في إذاعة البحرين هذا العام مثل ما عودنا مستمعين دائما حول نحن نقدم الجديد والمميز وبالتحديد هذا العام يعني كان في عندنا كم كبير من البرامج المسجلة صار في تنشيط للبرامج الشبابية على سبيل المثال لمدة ما تتجاوز السبع إلى ثمان دقائق لأننا نقدر نوصل للجمهور بمختلف الوسائل ليس فقط من خلال الإذاعة وإنما ننقل هذا المحتوى الثري على وسائل التواصل الاجتماعي هناك ما لا يقل عن عدد معشرات البرامج التي أنتجت باستمرار منها الثقافية للدرامية للاجتماعية الصحية رعينا التنوع الموجود في المجتمع طبنا نحن في الإذاعة مثل كل سنة الحمد لله تكون خطتنا غنية بالبرامج والمسلسلات والفواصل اللي تعودوا عليها المجتمع البحريني خلنا نقول والحمد لله كل سنة عن سنة نحصل فيدباك حلو من المجتمع يعني السنة صاد علينا لود أن جانبنا التعاوي يزاد من خصوصا فواصل التعاوية اللي تخص جائحة كورونا فصار ميكس خلنا نقول حلو في الخطة أن ما أهملنا الجانب الدوري اللي كنا نسويه في الرمضان من ناحية مسابقات أو مسلسلات أو حتى برامج متنوعة يحبها المجتمع البحريني طبعا الكورونا ما منعتنا أن نحن نأدي واجبنا بأكمل وجه الحمد لله تم توفير أجهزة لجميع المذيعين للتزجيع عن بعد وأجهزة ذات جودة عالية يعني فاستطاع المذيعين يساون شيء غلهم وهم في البيت أيضا عشان نواقب المسيرة وما في شيء يتوقف هنا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون روحانيات شهر رمضان المبارك حاضرة دائما في استيديوهات إذاعة البحرين من خلال التسجيلات المستمرة والبرامج والمسابقات المتنوعة هنا في إذاعة البحرين هنا يتجسد الشعور والعلم والثقافة هنا مواكبة التطور والإبداع في جملة من البرامج المتميزة والاحترافية التي يبدع في تقديمها منتسب إذاعتنا الوطنية إذاعة البحرين يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين صحيح و كما أنسى قبل